ماذا يجري في سوريا ومن يسيطر على من؟ ربما هذا هو السؤال الأبرز في المشهد ولكن الإجابة ترسمها مناطق الصراع والميدان والسؤال الأبرز هنا ما هو مصير الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران والتي تتجاوز ستين ألف مقاتل بحسب المرصد السوري وإن اختفت من معارك الشمال الجارية ولماذا انسحبت بعد هجمات المعارضة المسلحة؟ وإن سيكون دورها المستقبلي؟ أو هل ستكون جزءا من الشرق الأوسط الجديد؟ أكثر من ستين ألف مقاتل كانوا يعملون مع الإيرانيين في سوريا أين هم الآن؟ انسحبوا من حلب، انسحبوا من إدليب، انسحبوا من ريف حمام أين يسحبون؟ أين سيعودون إلى أفغانستان، باكستان، وإلى العراق؟ لذلك أقول بأن حتى اللحظة لا نعلم ما نصيرها أولا أين سيسابون؟ وأنس سيبكون داخل أراضي السورية؟ أم هم الآن يخطط لهم بالخروج من سوريا في إطار الشرق السوري الجديد؟ أو الشرق الأوسط الجديد؟ وفي الميدان تتردد كلمات من وزن لا تأتوا إلى حتفكم في سوريا صدى تلك الكلمات جاء على لسان أحد ناشطي المعارضة السورية إذ وجه رسالته إلى المقاتلين العراقيين الذين يرمون القتال في سوريا لدعم النظام داعياً عوائلهم لمنعهم وعدم الخضوع لأجندات إيران التي تقاتل بأرواح أولئك الشباب في معركة خاسرة هذه الرسالة خاصة للأهالي العراقيين لأهلنا بالعراق لكل أب عراقي لكل أم عراقية لكل زوجي عراقية اعرفوا واعلموا علم اليقين بأن أولادكم عم يجوا على مقتلهم بإجريهم عم يحفروا قبورهم بإيديهم عم يتورطوا بمعركة ملهم فيها بس لأن إيران هيك بدها لا تورطوا حالكم بمعركة خاسرة وبين نفي العراقي إرسالهم مقاتلين إلى سوريا بصورة رسمية وتأكيده أن من يقاتلون فيها من رعاياه بصفاتهم الشخصية والفردية تعلن بغداد دعمها الكامل لحكومة دمشق على كافة التراب الوطني السوري فيما كشف المرصد السوري في تصريحات خاصة للتغيير عن وجود مقاتلين عراقيين ولكنهم ليسوا بأعداد كبيرة كما انتشرت في مواقع تواصل اجتماعي صور وتسجيلات لقتل عراقيين من ضحايا الصراع في سوريا كان هناك مقاتلين من الجنسية العراقية يجاركون فيها في العمليات على المقلبين ولكن دعيني نقول بأنهم يعني أعداد ليست بالكبيرة جدا وبين المقاتلين الأجانب والتدعيات الميدانية أعلنت طهران رسميا استعدادها إرسال قوات إلى سوريا اضطلبت دمشق ذلك بحسب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وهو الأمر الذي يرى خبراء أنه إذا تحقق فسيشعل المنطقة بشكل أكبر مما هي عليه مع التحذيرات الدولية من خطر الاستمرار بصب الزيت على النار في سوريا ويقابلها تأهب إسرائيلي لاستهداف أي إمدادات مرتبطة بإيران تصل إلى سوريا قد تمرر إلى حزب الله خلال فترة الهدنة القائمة اشتركوا في القناة